السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنتكلم في الدرس ده عن الصور ازاي ان انت تعمل ادارة للصور او ازاي تعمل انسورتينج طبعا للصور انا كمال مجموعة نقاط محددة اللي هي ازاي انسورتينج البيكتشور ازاي تعمل اضافة للصور عندك في صفحة الورد بتاعتك اي ازاي تعدل ابعاد الصور بتاعتك اي كمان ازاي ممكن تعمل لها او موف ازاي تنسخها او تنقلها وازاي تعمل وازاي تعمل لها يعني انا اتكلم عن الاضافة وبعد التعديلات اللي انت ممكن تضيفها على الصور اللي موجودة عند داخل الورد ان شاء الله طبعا مبدئين انت ممكن تضيف اي عدد من الصور زي ما تعاوز بس اهم شيء قبل ما تبتدي ان انت تضيف الصور انتبهي الى مكان وده زي ما قلنا لكده ان انت مكان مؤشر الكتابة هو مكان اللي هيتموا في اضافة اشياء اللي انت حضيفه ويمكن سابق سابق كما بكده ويمكن عن الكونتنة نفسه وانا الكونتنة دا ممكن يكون اي مش بس نصوس لا ايضا ممكن يكون صور ممكن يكون جداول ممكن يكون شارتز ولو رقط هنا هتلاقي فيه مجموعة من الاشياء اللي ممكن انت ممتلك الكونت اللي ممكن تضيفه اللي هو الكلب ارت دي نوعية من الصور لكن بتبقى اه موجودة اه خاصة بتاع ميكروسوفت موفرة لك مجموعة من الصور الجهزة ممكن تستعملها فيه الاشكال دي برضو ممكن تستعملها في في وحن نتكلم عنهم مجموعة المخططات يعني ما حاجات ممكن تضيفها هن نتكلم عن هدر الفوطر ان شاء الله دي بعض الحاجات اللي انت ممكن تضيفها ان شاء الله هن نتكلم منهم على اضافة الصور نبدأ اينا اضافة الصور بتيجي من بيكشورز بدافت الصور عن بيكشورز او من الكلب ارت الكلب ارت دي مجموعة صور جهزة من خلينا نتكلم عن تحديدا وبيدافت الصور من الخارج لو انت عندك صورة محفوظة على الجهاز عندك ازا ان انت ممكن تضيف الصور دي عندك داخل ان شاء الله ادى اول حاجة اه حدد مكان الكورسر او مؤشر الكتابة ولكن مسلا هحدده هيكون مسلا في المكان ده وبعد كده هروح على من هنا بيكشور اه بعد كده هروح اختار مكان الصور ولكن هروح اختار مكان الصور بتاعتي اهيت اه عندي صورتين اهيت صورة طبعا زي ما انت شايفين اه مجرنة بتنقل في المكان بيزار لك عينة من الصور اهدي صورة مسلا الحصان ده وحامل لها في النهاية هيت يفضل طبعا الصور لما تجيب صور بنصحك انك ما تجيبش دور على صور يكون حجمها صغير ما يكونش حجمها كبير طبعا انت اه حجم ده هنتكلم يعني كلمة عنه قبل كده في الويندوز اه ليه انا بقول لك ما قصوش بحجمها اللي هو الابعاد بتاعتها العرض والطول لان ده انت ممكن تتحكم فيه زي ما حنشوف كمان شوية بازنين لا لكن بتكلم على نفسه اه بتاع الصورة كالملف نفسه في الويندوز حجمها وده لان انت كل ما بتستخدم صور آآ عالية الدقة قوي وحجمها كبير آآ في الدوكيمين بتاعك بتقلق الملف كتير وخصوصا اثناء الطباعة فاخد بالك من آآ الصور آآ كتير قوي الصور دي انا جابها الحقيقة من محمد اشرف احد من الصورة طبعا مبدعة صراحة على الرجل ابدع صراحة في الصورة تعالى اول حاجة احنا كنا معا ازاي اضافنا الصورة طبعا الصورة زي ما نشوفين آآ تم اضافتها في مكان المؤشر الكتابة ونزل حجمها آآ نزلت بحجمها الطبيعي بتاعها ايا كانت بحجمها دي ايه عندك طبعا الصورة زي ما نشوفين يعني مجرد ان انت بتضغط على الصورة بيظهر لك فوق هنا ريبون جديد ما كانش ظاهر آآ ده خاص بالأدتينج او آآ تعديل الصور كمان بالاضافة بيتظهر لك باوندينج بوكس او مقابض زي ما شوفين كده آآ في المقابض ديت تظهر لك ودي طبعا من خلال المقابض دي ممكن مني ولي يدويا انت تقوم بتصغير آآ او تكبير الصورة ولما تيجي تكبر صورة او تصغر صورة داخل الورد يا ريت ما تصغرهاش من يعني ما تصغرهاش من الطب من الاعلى ولا من البوتوم ولا حتى من الليفت وللريت لكن يفضل جدا انت تصغرها من اي كورنر ده ليه لانك لما تيجي تستغر هنا اي زق اي 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 اطار من القطر اي بوردة من البردرات دي تيجي تستغر بس في التصغير كده لاحظ بس لما تيجي تصغر الصورة اصبحت ممباية اصبحت شكلها مش طبيعي انا هستغرنا الاداة الاندواشن راجع عن الخطأ ده اصبح حجمها مش طبيعي الحقيقة الورد بيديك ميزة في حاجة هنا لما بتعمل هنا على على البق اي اي كورنر عندك كورنر اي كورنر روح على اي كورنر والده صغل كده ويفضل كمان يفضل انك تقدر تتعلق على دراج شفت اثناء التصغير ده بيساعد انك بتحافظ على الاسبكت ريتشو او اللي هي اه العلاقة ما بين الارتفاع ارتفاع وعرض الصورة وده طبعا بيساهم في ان انت اه تحافظ على الشكل الطبيعي للصورة طبعا لما تيجي تكبر صورة يفضل انك ما تكبرهاش زيادة عن اللازم عشان من الصورة ما تبكسلش عندك وما تبصش لكن ممكن تصغر طبعا بحرية هنا بصغر من الزاوية وبعلق برضو عشفت من الورد آآ في حالته الديفولت بيحافظ على الاسبكت ريشو او اللي هي العلاقة النسبة ما بين الطول والعرض لكن برضو ما طعط عشفت آآ از ربما تكون الاداة مش مفاعلة يعني هنكلم معنا كمان شوية طيب آآ ده تصغير الحجم او يدويا في عندك كمان اللي هو المقبض آآ آآ بيظهر لك عليه الدايرة ديت او السهم ده لو ضغطت كده بتقدر انت تعمل استدارة لو حابت انت تعملها استدارة خمسة وربعين درجة علق عشفت ممكن انت تستدير بنسب سابت تأهيت الصورة تم استدارات اا اا ادارتها او استدارة بتاعتها ماناولي يدويا برضو ممكن انت تستدم التراجع لو انت حبيت انت تتراجع عن الامر ده زي ما قلنا بكده في الدرس السابق النق ده بالنسبة لاضافة الصور نيجي بعد كده للشانجينج الصورة هنا حاليا كنا نتكلم عن شانجينج سايدز ماناولي او يدويا تعني الكلام بقى عنه ازاي ممكن تعدله من خلال الكريسية لو رحت هنا عن الفورمات ريبون اللي هي بتظهر بمجادر لو ترككم انت مجرد ما تضغط على الصورة ده طبعا هده بيحط لك هنا الريبون الخاص بالصور ففي عندك هنا الجزء الخاص بالsize تعديل صور size height والлу بتاعك كمان فيه crop انك ممكن تقسم الصورة اه كمان في عندك الروتيت الاستداره لاننا عملتها من شوية اه الروتيت برضو ممكن تستخدمها خلينا نتكلم اول حاجة يراتي عن الشانجينج سايدز اول حاجة في الشانجينج سايدز ده ما انت شايف هنا في الهيت في مكتوب لك الكياسات هاية بالسنتيميتر. طبعا ممكن تكون حسب الديفولت بتاع الورد ممكن تكون شغالة بالانش ممكن تكون شغالة بالانش او تكون شغالة بالسنتر ازي. المهم عندي انك لما تيجي مسلا تحط الكياس مسلا عاوز اقول لك مسلا طلب منك في السؤال مسلا انك تعمل تحط منك تلاتة انش. الانش على مسلا هي الدبل كوتشن اللي انتم شايفانها قدامكم دي. في الحالة ديت لو انت حبيت تستطيع الانش اضغط بس انتر هو تلقائيا هيحول من الانش الى ما يعادلها بوحدة الكياس المستخدمة حاليا في الورد عندك لانك ممكن تستدم واحدة الكياس اخرى غير السنتيميتر لكن هو تقريبا معظم الناس بتستدمها بين السنتيميتر للانش لاي حاجة المعروفة. طبعا لو لاحظتم من شوية ان انا لما عدلتها خلينا مسلا عادلها اخليها مسلا انش مسلا هو واضغط انتر هتلاقي كمان ان ان الويتز زي ما بعدل الهايت الويتز كمان بتغير لو روحت عملت نفس الكلام برضو خليت مسلا ده عشرة سي ام وضغط انتر فالارتفاع كمان بيتغير تلقائيا اهو خلينا مسلا اتناشر سي ام اهو اتغير الارتفاع الى عندي بيتغير ليه الورد بيحافظ لك على نسبة العرض العرض الى الارتفاع وده عشان يحافظ لك على الصورة مكفائتها عشان تفضل الصورة قدامك الظهرة بشكل كويس طيب تعمل ايه لو انت حبيت انت تكسر العلاقة ديت وتتحكم في الارتفاع والعرض حسب راحتك في عندك هنا اللي هو اللانشر اه بطن ديت لو ضغطت عليها في اداة هنا اسمها اللوك اسبكت ريشيو اللوك اسبكت ريشيو ديت اللي هي نسبة العرض الطول او الارتفاع اه لو انت كسرتها كده او شلت اللوك دي من عليها تضغط اوكي كده لما تيجي تعمل اه تعدل ده مسلا تخليه مسلا عشرة كده بكتب القياس وبكتب عشرة سنتي بكتب القياس وبكتب جنب واحدة القياس سنتيميتر او ده كانت البوزة وانتر خلاص اللي تحت ما تغيرش في الحالة ديت طبعا هو انت هنا محافظش على يعني الصورة ممكن تبوز منك ممكن اواريكم هنا ستة سي ام انتر طبعا هو مجاش من لان احنا كسرنا العلاقة هتراجع عن الاخر امرين عشان ما بقصش الصورة اللي عندي هي وزي ما قلنا ان الاداة ديت بتتعمل من اللانش هنا طبعا راجعت في راجعت تاني طبعا طول ما هي عليها علامة صحة كده طول ما هو هيحافظك على نسبة طول للعرض وكل ما تغير يعدلك كل ما تغير للويتس يعدلك الهيط وهكذا طيب ده بالنسبة للهيط والويتس بس العودة هنبه اليه لما تيجي تستدم البوزة لو سمحت اكتب واحدة القياس اللي هي الدبل كوتيشن ديت اكتب واحدة القياس يفضل جانبها اه وخصوصا لو حد ادخل انتحان الاي سي ديل يفضل جدا تكتب واحدة القياس عشان ما اطلق بطش نفسه طيب بعد كده اه تعالوا نتكلم عن الكل والموف الزي ممكن تعمل وازاي تعمل موه الموضوع عملت بالضفط زي انا كمنا عنه الدروس اللي فاتت في نقل النصوص اortedك في الدارس اللي فات او في الدرس اللي فات كنت انا كمنا عن لنص اا المكان اخر او زي تعمل موف للنص للمكان اخر بالنفس الماديه بالضبط تروح على الصورة الفرق بس ان الصورة متعملها اش بدية دقلت دغطة واحدة اصبح كده سيلكتد او محددة. كليك يمين على الصورة. وبعد كده اعمل لها او كت اللي انت عاوزه. وبعد كده اروح في المكان اللي انت اا حددته عشان تنقل الصورة فيه. وليكن مسلا هنا وكليك يمين وبعد كده الصورة نزلت عندك الصورة اصبح عندك نسختين فوق. وتاحتون نفس الكلام لو انت عاوز تنقلها او تعمل لها كت من المكان ده لمكان اخر او لمستند اخر نفس الطريقة. بالزبط لكن اللي هتعمل لها كت او موف استخدم بس الكت والبس. زي ما شوفنا برضو في الدرس اللي فات. الموضوع مش ما يختلفش تامعا عن النص لكن فكرة طيطة التحديد. النقطة اللي ببعا كده هي الديليت ازاي تحذف الصورة اللي عندك. بكل طيطة اضغط على الصورة وضغط على زرورة الديليت من الكيبورد عشان يتم حزب الصورة بتاعتك. النقطة اللي بعد كده هي الروتيت طيب. الروتيت احنا شفنا من شوية ما نولي انت ممكن تعمله ازاي. كمان فيه له الروتيت اداة تانية. ممكن تستخدمها من الريبونز بينها الفورمايت. واداة لزيزة جدا. لو ضغطت هنا على الروتيت. انا اختار الفورمايت ريبون من الروتيت هنا. هتلاقي في عندك في روتيت رايت 90 سمتميتر. في روتيت ليفت العكس بتاعها. فيه فليب فيرتيكال هو بيعكسها كأنك بالضبط في المراية. يعني نلاحظوا كده. عكسلك الاتجاه التانيك. انك بالضبط في المراية دي اللي هو العكاس. وكمان لو حبيت مزيدا من الاختيارات للروتيتشن. اضغط هنا على الروتيتشن اوبشنز. وعندك هنا فين الروتيتشن ادي الروتيتشن اهيت. ممكن تديها القياس انت عاوزوا مسلا اا عاوزوا خمسة واربعين درجة اوكي. عاوزوا عشرة درجات فقط اوكي. زي ما انت عاوز تدي له القياس للصدار اللي انت عاوزها. وبعد كده اه اضغط اوكي اه اه اختار اكتب القياس للروتيتشن وبعد كده اوكي عشان يتم التطبيق بتاعه. ده كل بساطة شديدة. اه لحد كده احنا خلصنا هنتكلم الدرس جاية عن هيدر والفوتر بس قبل ما اخرج منها اعود اديكم بعض الالوات كمان اللي انت ممكن تستطيعها. كمان في عندك هنا ده لو اضغطت على الصورة كده في عندك حاجة اسمها هنا او الكروب دي ممكن ان انت يقص من الصورة. خلي بس ارجع الصورة زي ما كانت الاول عشان يبقى موضوع واضح شوية. زيرو هنبتش هنتجعه زي ما كان. في عندك هنا اهوت. اه في كروب ده بيقص لك من الصورة نفسها زي ما شايفين انا ضغط على الكروب. ظهر لك هنا اه اطارات او باوندينج بوكس لونه اسود زي ما شايفين. ابدأ حدد كده اهوت اهو. بالشكل كده بيحدد لك انت كده بتحدد الجزء اللي هيتم قصه. اه فقط بعد ما تخلص انتر خلاص. اه لغى الجزء اللي كان برا ال باوندينج بوكس واصبحت عندك صورة بالطريقة اللي قدامك دي. كمان عندك فيه اللي ما تضعط على الصورة برضو في فورمات في عندك هنا لو انت عاوز تعمل اطار للصورة نفسها في هنا. اه في عندك بتاع البوردر وياكم مسلا خلينا اخد البوردر مسلا يكون لونه اصفر ولا اغضر. هاخد اغضر عشان يكون باين شوية. وفي عندك كمان هنا في النسل ده برضو البيكشر بوردر دي في عندك لو انت عاوز الصمك بتاعه يكون سميك شوية. اه من هنا. ده بالنسبة للناس اللي هتدخل المتحن من دي من الاسلال اللي ما بتجيش تريبا موش مطلوبة منك في يعني مطلبش في المتحن خلص يعني لكن اه متو بعرفها. اه كمان في عندك البيكشر اه افكت ديت. في عندك الافكت دي مه احق يعني انا فتحت لها لكم بس عاوز انت تجربها بقى شوف مسلا الشادو لو انت عاوز تعمل ظل تحقيها بالشكل ده. اه حاجات كريه جدا ممكن تلاقوها في الافكت دي. جاريت تجربوها بنفسكم. اه كمان عاوز اتكلم عن البوزيشن للصورة من الحاجة برضو مهمة جدا انتم بعرفها. الصورة لايه حاجة اسمها التكست بتاعها. التكست بتاع الصورة هي باي ديفولت هي يعني في سطر زي هي النص بالضبط. في حاجة هنا اسمها في بهايند. في عندك حاجة افكت. لو رحت على البيهايند زي ما انت شايفين كده هو اه يعني انا مجرد شوارت بس وراك حينا. هيخليها خلفية للنص اللي عندك زي ما انت شايفوا قدامك كده. ودي ممكن بعض الناس نساطمها في حاجة انت عاوز تعمل خلفية للنص. كمان في عندك لو انت عايزها فوق النص نفسه. لو عاوزها فوق النص. في عندك يعني النص يكون حواليها بالشكل اللي انت شايفه ده. في عندك برضو دي برضو النص يكون حواليها بس اه يمينه من كل الانتجاهات. برضو الحاجات دي ممكن تجربها بنفسك عشان نتلاحظها. اه مبنصحك تجرب اللي هي الانفرونت ديت والبهان الادوات المتازة جدا اللي احنا نستطمها كتير جدا في الشغل بتاعنا. بس لحد كده احنا اه انتهينا من الادوات الخاصة بال بالفيكترز. اه في بعض الادوات ثانية ممكن تجربها تجرب ممكن تصدق ادوات كتير جدا هتلاقيها موجودة عندك ممكن تصدق بها. جرب معيش بروح تلاقي في عندك اي سؤال اكتبلي وساعة في الكومنت اه في المدونة المدونة التكنولوجيا او على الكومنت في يوتيوب يونسا الله هرد عليكم باذن الله واللي عنده اي سؤال في اي شيء اخر ممكن تسألوني اه تسألوني عليه مش اي مشكلة اه شكرا اتمنى الدرس تكون عجبكم واشوفكم في الحصة الجاية ان شاء الله او في الدرس الجاية ان شاء الله باذن الله وانتظرونا باذن اللي يعني انا هخلص ان شاء الله احنا الدرس الجاي عندنا الهيدر والفوتر وبقى كان عندنا وحضر لكم او تمارين تقدروا ان انت تصدموها مبدئيا قبل ما حدد التمرين هحط لكم او التمرين ده في الصفحة يالي تخدو طبقو شوف نفسك هتقدر تطبق التمرين او لا بعد كده ان شاء الله بعد الدرسين هحط لكم الحل التابعوا عشان تشوف نفسك صح ولا غلط شكرا وشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله وانا هتعمل سابتكرايب عشان يجي لك كل احدث الدروس ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم